تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة جابر الشهواني خلال مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة القطرية وهو يبكي رعبا من ترد الأوضاع الاقتصادية في قطر ورجاء للمستثمرين للبقاء في الدوحة في صورة تتناقض مع الخطاب القطري الرسمي الذي دائما ما يروج بعدم تأثر الدوحة اقتصاديا ومعيشيا من الأزمة الراهنة من الوهلة الأولى للأزمة كان الارتباك القطري يختبئ وراء تعاطيها المراوغي والمتعنت للأزمة وأخذت المراهقة السياسية تخيم على أجواء الدوحة حتى عدمت جديتها تماما وهذا ما كبدها مع مرور الأيام خسائر اقتصادية جسيمة وعلى ما يبدو أنها لم تكن في حسبان محرري الفواتير القطرية ضروب من التناقضات جسدها الخطاب القطري محاولا بذلك تحسين صورة الدولة واقتصادها وحاولت بشتى الطرق فرض وجهة نظر الاقتصاد المتين الذي لم تزحزحه مآلات المقطع وحاولات قطرية من قادة رأي ومسؤولين وصحف وقنوات جميعهم أخذوا يتحدثون بلغة أرقام مزعومة معاكسة لحجم الخسائر التي شهدتها قطر حتى الأمير الشيخ تميم بن حمد كانت له محاولته في تبياني عدم تأثر الحياة اليومية حينما قال وكما ترون من النجاعة التي عالجت فيها الحكومة بوزاراتها المختلفة ومؤسسات الدولة الأخرى الأزمة بتوفير كافة احتياجات السكان بحيث لم يشعروا بالفرق في حياتهم اليومية ولكن هل الأمير على علم بما يجري بالفعل في برصة بلاده ذات الأسهم الهابطة وعن حقيقة ما دفع هذا المسؤول القطري لذرف دموعه أمام الكاميرات أتمنى من المستثمرين أنا أحس بقطر هذا لسان حال الاقتصاد القطري إذ يحاول أن لا تلقي الأزمة بظلالها على الناتج المحلي القطري أجل الناتج المحلي الذي استنزف منه كما أشارت التحليلات حوالي 40 مليار دولار دعما للاقتصاد المتهاوي وأشارت الأرقام أيضا إلى أن الاقتصاد القطري يسجل أبطأ نمو له منذ 22 عاما النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري لن تكون أفضل حالا من ما هي عليه اليوم ومع استمرار الضقوط التمويلية نتيجة خروج المستثمرين وسحب ودائعهم من البنوك القطرية فإن الفواتير تتراكم ويزاد الاستنزاف الذي يخشى المواطن القطري أن يضيع ذلك مكتسبته ويضطر هو لدفع الفواتير إلا إذا أقدم النظام القطري لإصلاح ما أفسدته سياسته الهدامة وعاد إلى جادة الصواب